عالم المعلومات طريق المعرفة التونة السمكة اللي بيحبها البشر وبيدور عليها أسماك الكرش السمكة اللي مليانة فوايد لينا ونقدر ناكلها في كل الأوقات وفي المقابل تقريبا ما نعرفش أهم المعلومات عنها صفاتها وإيه السبب اللي بيخلي سمكة تونة طول الوقت في صباحة مستمرة وإيه اللي بيحصل لصغار سمكة تونة في ولادتهم معلومات كتير حنعرفها في حلقة النهاردة عن سمكة تونة فتابعونا يعتبر سمكة تونة من أشهر الأسماك وأكثرها استخداما في الأكل وده لأنه مغزي جدا بسبب أنه بيحتوي على أم جسري المفيدة للجسم وبيعيش سمكة تونة في المياه الملحة أما أنواعه فهي كتير ويوجد منها حوالي 8 أنواع رئيسية منها الزرقى اللي بتعيش في المحيط الهادي والتونة زيت الزعانة في الزرقى اللي بتعيش في المحيط الأطلسي والتونة زيت الزعانة في السودة والتونة الطويلة الديل والتونة زيت الزعانة في الصفرة التونة زيت الزعانة في الزرقاء الجنوبية وهي الوحيدة بين كل أنواع التونة المهددة بالإنقران بيعيش سمك التونة عادة في المياه المعتدلة وشبه الاستوائية من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الأسود وجميع أنواع التونة مش بتقضي حياتها كلها في مكان واحد لأنها بتتحرك دايماً وبتغير موقعها تعتبر سمك التونة من الأسماك الكبيرة فممكن طولها يوصل مترين ووزنها حوالي 250 كيلو وفي موسوعة جينيس تم تسجيل وزن سمك التونة لأكتر من 1500 كيلو بس ده بيحصل في حالات ندرة وعلى الرغم من حجمها الكبير إلا أنها من الأسماك السريعة جداً في السباحة ممكن تصل سرعيتها ما بين 44 و 62 ميل في الساعة وبتمتاز بجسمها الرشيك والإنسيابي أما ألوانها فهي بتكون زرقة إلى حد الماء في المناطق العلوية أما المناطق السفلية فلونها فضي أما بالنسبة للزعينف فهي عندها صفة من الزعينف القصيرة لون جسم سمك التونة الأزرق بيوفر ليه تمويه المنتاز في الماء لأنها بتمتازج مع ألوان قاع المحيط وبتختفي من الأسماك المفترسة من الحاجات المميزة في خصائق السمك التونة إنها عندها القدرة على تغيير الزعين في الصدرية عشان تقدر تتحكم في سرعة السباحة كمان سمك التونة بتقدر إنها تسبح جنب السطح وبتقدر تغوص في الأعماق لحد 3000 قدم وده بيحصل أثناء رحلة بحثها عن الطعام بتنتمي سمك التونة لأسماك أصحاب الدم الحار وده لإنها عندها القدرة إنها تحافظ على درجة حرارة جسمها وممكن كمان تزود درجة حرارة جسمها وده لإنها عندها شبكة فريدة من الشرايين والأوريدة الصغيرة جنب العضلات اللي بتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الدم كمان سمك التونة بتتنفس الأكسوجين من الماء عشان كده بتحتاج إنها تبقى في سباحة مستمرة تقريبا طول الوقت وبسبب سباحتها طول الوقت بيبقى عندها القدرة على الصفر لمسافات كبيرة بفترة قصيرة يعني ممكن تمر عبر كامل المحيط الأطلسي في ظرف 30 يوم عن طريق الصفر 16 ميل في الساعة أما أنواع الطعام اللي بتاكلها سمك التونة فهي بتاكل سمك الماكريل والرنجة والحبار وأنواع كتير من الكشريات أما موسم تزاوج سمك التونة فبيختلف باختلاف موقعها جغرافي يعني أسماك التونة في خالج المكسيك بتتزاوج في نص إبريل إلى نص يونيو والأسماك في البحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط بيحدث التزاوج بينها من يونيو إلى أغسطس أنسى سمك التونة بتضع حوالي 30 مليون بيضة بس اللي بيفضل على قيد الحياة 2 مليون سمكة لحد سن البلوغ ودل إنه بيكون طعام شاهي جدا لأسماك الكرش والأسماك البحرية التانية أما متوسط العمر الافتراضي لسمك التونة فهو من 15 لحد 30 سنة كان معيكم رشا راجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر